خد بالك يا كريم الناس برضو الناس على فكرة بتقرى سوشيال ميديا كتير قوي وتسمع السوشيال ميديا ومحدش عارف حاجة ما محدش بقول حاجة فيه تفاصيل كتير جدا جدا الناس بتعرفه أكد طريق ما محدش بقول حاجة أنا برضو دايما يολام على الناس وحتى بيتلاقوا يولام على العالمين يقول لك ايه وانتو بتقولوا وانتو مش عارفين طب نعرف يا شباب يقول لك لا ما فيه حاجة بالفعلش تعرف طب يعني نعمل إيه؟ أنا عن نفسي بيني وبين نفسي دلوقتي لو أنا في فترة من الفترات كنت موجود وبجيب فتوح يقعد مع مجلس الإدارة قبل أي كلام أنا مليش رأي مجرد أن أنا ليع ولا تعالى أنا عايزك في كذا اللي هو في عشم تعالى فتوح يقعد مع النادي النادي عايزك وهو مفيش مرة اتطلبه اتأخ عالى وقالك لا ولا مرة ولا هو ولا خاله ولا وكيله بما يرد الله يعني مثلا ممكن تكون سبع ثمن مرات مفيش مرة خالف فيه سبع ثمن مرات الفترة فات دي؟ طول المدة بقى من قبل الانتخابات كمان يعني فتوح تقعد معاه من قبل الانتخابات سبع ثمن مرات؟ اه طب وسبع ثمن مرات يا كابتان طارق ولا واحدة فيهم الموضوع يخلص تعالى الاتفايات والعقد مش بتكلم على العقوبة نفسها ولا مرة جاهز فلوس وهو فتوح يمضي اه اه يعني لو فيه فلوس دلوقتي فتوح يمضي طب بالارقام الخزعبلية اللي بيطلبها لا مفيش خزعبلية ولا فيه الكلام ده مفيش خالص هتقول تعالوا هنا يا جماعة معانا شوية كابتان بيقول كلام مهم تفضل مفيش ارقام خزعبلية اه مفيش انا بقولك مفيش يعني انت تخيل تخيل مثلا العقد السنة وبتاع فتوح ممكن يبقى كام اه كام 15 مليون 20 30 كام ما وصله ارقام كبيرة اوي يعني يعني وبتعديش الخمسة عشر وتقل اعلى من الخمسة عشر اه لأ مهاش يا كابتان طري قصو كلام اللي احنا بنسمعه طول الوقت من جوا فتوح طالب ارقام كبيرة اوي شي فاندلوقتي بتقول انه اعلى من الخمسة عشر اه اعلى من الخمسة عشر ما انا بقولك ما انا بقولك ممكن تبقى 15 وااقل كام انا بعقد السنة 15 وااقل اه بس هي الازمة اللي سمعناها الأصل يعني مش في العقد في قصة مقدم التعاقض ما هو أنت بص أقول لك على حاجة أنا مش هقول حاجة تاني بره الرقم ده ده آخر حاجة ممكن أتكلم فيها لا 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 أنا شعايزك تقولي أرقام أنا عايزك تقولي هل فعلا فتوح لقد عنت ولا لأ بس ببساطة أنا عارف وأنت فاهم موقفك في هذا الأمر لأن أنا كمان أخد بالك عشان تكملت الكلام أنا بعيد خالص الفترة دي عن أي موضوع خاص بفتوح وخاص بالنادي لأن خلاص الموضوع دلوقتي بقى قرار مجلس إدارة نادي الزمالك ببيع فتوح بعرض بيع فتوح هل الموضوع ده ممكن يتحل بالنسبة لمجلس الإدارة ولو فتوح راح وقعد وتكلم واعتذر الطلبات اللي طلبها مجلس الإدارة الطلبات مشروعة جدا والطلبات اللي طلبها فتوح فيها مشروعية كبيرة جدا